يا مساء الخير أهلا بيكو حبايبي وارج الثور يا ملع ودلع ايه ده ايه ده ايه ده الله قبر نبدأ ايه الثور حاسس اوان حاسس ان هو حر يعني انا حر افكر في اللي انا عايز افكر فيه اعلم اللي انا عايز اعمل في الوقت اللي انا عايزه اه شايف ان هو عنده حرية وعنده قيادة تمام عندنا 7 of ones فا اولا افكاره كتير جدا يعني ما فيش مشكلة عند الصور شايفها شهر ده ملهاش حال يعني بقون الله انا حل اي حال فشايفه حالة اسجاعداد حلوة جدا جدا وفي حالة يعني قوة وشايفه عنده قوة وافكاره حلوة جدا جدا يعني problem solver تمام كوينز في النسبة للحالة المندية اما الثور يعني بيستحبل فيه صرفه بالوقت 12 points يعني بوصل اللي بيجي بيصرف يعني ما تدوش فلوس خالص في شهر ده كأنه هو الحمدلله بيجيلو يمكن ايا كان كتير اولا بس بيصرفوا على طول طيب بورج الثور طبعا طبعا دي حريتك الشخصية بس يعني دايما نعمل حساب لبكرة الحالة المندية شايفها مش مستقرة الشهر ده أو يمكن انت سبب فيها انه انت اللي بيجيلك بتصرفه بس هو شكل ماشكال عدم الاستقرار المادي تمام شايفها عند برج الثور كمان اما انه هو بيعمل رياضة معينة تمام بتتطلب مرونة في جسمه ويمكن دي تكون نصيحة كمان لبرج الثور خلي بالكوا لو الحاجة هي ايجابية ومش حاصلة معاكوا ممكن اعتبر الكارت ده نهو نصيحة النصيحة اللي جاي لثور انه تتحرك طبطك حلوة جدا والصحة شايفها كويسة جدا حاول انك انت تلعب رياضة واتحرك كده جسمك اوكي ام تمام عاطفية لا في حالة عاطفية عند الثور لم يسبقها مثيل شهر ما شاء الله الروع بصو الحلوية اول الحالة ده 8 of cups الثور يا اما داخل علاقه جديدة ويعني عين في باح الحب تمام غرقان يعني غرقان مشاعر كتير قوي قوي عنده يعني بص بيحب لا بيحب قوي 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 سواء علاقة ديدة قوي قديمة نعم بس خلينا نقول ان الحالة دي الواحد ما بيحسهاش قوي غير في العلاقات الجديدة علاقة لست جديدة فهو بقى خلاص يعني مغيب بيبقى بيقى 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 مغيب تمام او انه هي علاقة قديمة بالفعل بس الثور يعني كأنها جديدة بالنسبال غرقان غرقان في الحب بيحب تشيكه جدا جدا وشايف انه هو في حالة سعادة غير طبيعية وبيبتدي يتصرف تصرفات يعني طفولية جدا كأنه رجع الطفلة صغير بيمرح بيلعب مش شرط على فكرة يكون للناس اللي دخلها في العلاقة جديدة او في العلاقة لا تور حتى السناجل بشكل عام شايفاء يعني بيعمل تصرفات كده اطفال يعني بيلعب بيجري بيتنطط مبسوط شايف انه هو ما شاء الله روحه المعنوية شهري ده مرتفعة جدا 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 وبرضو الكارتين دول بيحساس من الحرية يعني حاسس انه هو حر طليق بيحساس فعلا حلب يعني ممتع فعلا الثور عنده ايه كمان انا شايفة انه والثور عنده كارت ده بيقفل مسألة كانت مع الزباء وتعباء خدوا بركوا بقى قوي 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 من الحتة اللي جادي ده حاجة كانت مقرقة حياة الثور وارفاف عشته وكل ما يفتكرها يتوجع ويتقلم ويحس انه هو مضمر تمام؟ الثور بيقفل المسألة دي وما بيرجع لهاش تاني من ناحية انه لو تذكرت قداو حد فكروا بيها الرياكشن بتاعه مش زائد لكده مش زين هو يتوجع كده ويزعل ولا تنسبع حاجة الموضوع فعلا تقفل من جواه بس ايه اللي خلاه تقفل تفتكروا ايه؟ انه هو خلق السعادة جوابي يعني خلينا نقول هو فكر بالتفكير ايجابي ونجح انه هو يمسح اللي حصل ده بقى ستيكا يعني هو بدل الطاقة السلبية اللي كانت عنده بدلها الطاقة ايجابية فبالتالي الحاجة اللي كانت تعباية اختفت ده فعلا حاجة تثبت يا جماعة انه احنا اللي بنقرر المشكلة هتأثر علينا لانهي مدى هل هتأثر علينا لمدة شهر لمدة سنة لمدة ست سنين ولا العمر كله ولا مسافة ساعات انت اللي بتحدد وهي طاقة لستلقى موجودة وبايدك انت تخليها طاقة فرح وسعادة او تخليها طاقة اثر وحزن فانا شايفة انه بناء على اللي عمله الثور اللي هو تدعب رياضة تمام مالي تشقلب جدد من طاقته تمام الدمار اللي عمان اتنور دي والافكار الحلوة اللي هو عمان يحسها والقوة اللي هو حاسسها من جواه والقوة قوة عقله قد ايه انا مسيطر على العقلية ده حاجة وشوية فن شوية لعب كده زي اطفال اه مبسوط انا تمام بقى مبسوط فانا نجم الموضوع بالنسبة لهم تمام الكارت ده كمام بيوحيل لبورج الثور اللي كان بيعاني من مشكلة صحية طعبان من حاجة بيعاني من حاجة كمان الحمدلله شفاء كارت بقى ده 9 of ones ده انا شايفة انه برده العيلة العيلة اما دي بداية عيلة جديدة عند بورج الثور تمام او عيلته هو العيلة القائمة بالفعل بيقضوا وقت فعلا مشرق مشرق يعني حاجة فعلا توحيب بالاستقرار بالحب يعني هو ابو ام بيراعوا لهم اوي بيخرجوهم بأضوات فانيلي تايم بس فانيلي تايم مش خروجة بادي انا اكد فيها قرف لا لا دي فيها استمتاع وحب وحاجة ان شاء الله يعني ثارة حلوة جدا ودي برضو ما بيحصلش عنه كده تنصيحة له الكثور حاجة كمان حتعزز الاحساس اللي عندك جدا 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 وحتسقله اكدر عندنا الهرمت كمان الثور بالنسبة يمكن يخص العمل عند برج الثور الثور كأنه منسحب شوية من العمل بس هو مش منسحب يعني يمشي بيسيب شوجل لا هو منسحب شوية لانه عايز يبص على الموضوع من بعيد شوية انتو تعملوا ايه انتو تعملوا كده ليه طيب انتو عايزين تأذوني ولا انتو عايزين تعملوا مشكلة يعني شايفة ان الثور بينسحب شوية بياخد تايم عود كده من شغله وعايز يبص على الزميو او شركوه في الشغل من بعيد شوية انه هو يقيمهم صح اه وده زكاء من قطع نظير يا بورك الثور وده فعلا انت بازم تعمله لان انا فعلا شايفة انه فيه ممكن يكون فيه اعداء فعلا تمام فابعت كده ويبص من بعيد احط اختبارات يعني احاول تعمل اختبارات كده يعني بحس ان انت تعرف الناس دي فعلا نوي على الغدر او نوي انه هم يعني يفاهمين قصدي يلبسوك في حاجة يجوه هم عانين غلط ولبسوها لك اه الحاجات اللي بتتعاني هذه اللي يعني ربنا يستمع يستمع اللي بيعملوها يعني الاتموسفير اللي مش كوية بقى بشغل فشغل فشغلت انه هو منسحب شوية بس خلي بارده خد باله جدا انا بقى باكلم الناس اللي بيتعامل مع بورك الثور في المجال الشهر لا ده مسهل اوعوا تفتكروا ان انتو ممكن يعني تتحكوا عليه او ان انتو تستغفلوه او يعني او تيجوا عليه بقى شكل المشكال بصحلكوا جدا ومجز جدا 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 القراءة الروعة يا برج الثور بجد حاجة الروعة يعني بجد الروعة عليكم انتو الشهر ده مثال يحتزى به تعالوا بها نشوف رايب احطور اعطوا فيها بصوا با التور خدته عاملة ازاي لا اعطوا فيها انا اشوفها كويس اوي كويس اوي بيت يعني لو هو بيت في البيت ده بنور بنور طاقة بنور حب بنور سعادة ممكن يكون البيت ده انت من جواك بورك الثور ما شاء الله بنور سعيد مبسوط متفائل بالنسبة للحب هو مبسوط جدا انا شايف ان حالته كويسة يعني مستقر تمام شريك الثور الناحية التانية عنده 7 انا شايف انه هو يعني هو كمان كانت ايجابي جدا وحلو جدا بس انا شايف انه هو مهتم بالمادة اوي مركز بالمادة جدا ويمكن يكون تقريبا كأنه اشتغل على حاجة كتير قبل كده ولسه ما خدش يعني ما جناش او ما حصدش اللي هو اشتغل عليه فبيحاول هو يحصده دلوقتي كانت ممكن يكون لي معنى تاني برضو بيوحي لي بالعطاء بدون مجهود يعني الثور مش محتاج يطلب من الشريك علشان يهتم بيه او عشان يجيب يديله حاجة لا هو تائما يديه له الواحد اوكي انه هو عايز ده انه العلاقة تبقى خلاص بجد لو هم متبطين بالفعل فهو شايفه يعني عايز يقرب منه اكتر عايز يبقى فعلا يقوب كأنهم شخصين في الجسم واحد في شخص واحد يعني جسمين صورين في شخص واحد فعايز يقرب جدا جدا من شريكه شريك عايز ايه ده كانت اسمه العدالة تمام؟ فخلينا نقول لو كان الشريك ظلم الطور قبل كده فهو حبب يعدل ميزان العدل انه هو يعوضه انه هو ينصفه انه هو يعني العدل يحقق العدل جوستس انه هو يظهر معنى انه حصل ظلم قبل كده فانه هو الشريك عايز يعمل ده فدي حاجه حلوه جدا جدا يعني يا ريت وان شاء الله تقدر وتعوض شريكك اي حاجه انت ممكن تكون السببت فيها او ما تسببتش فيها يعني ممكن يكون شريكك مظلوم من حاجه تانية مش انت ملكش علاقة بيها خالص فانت بتحاول انك انت تعوضه او تجيبه حقه تمام؟ عموما الكلتر حالتين هاي لينه الثور شايف شريكه ازاي؟ اما انه الثور في حالة الندم ندمان جدا من جواه هو بتعزب من حاجه معينه اما انه هو اخطأ فهو يعني موجوع بسبب الخطأ ده او انه في حاجه بره الموضوع خالص واجعاه وتعباه بس هو الوجع في القلب يعني هو كويس الحمدلله صحين وكل حاجه بس هو متعزب من يعني نفسيا متعزب من حاجه الموضوع الشريك الثور شايفه ازاي بصوا هو، 돼 الشريك الثور kitsة ما تهوبش هنا لا انا مش هسمح لك تاني او يعني عامل زي صور حواليه بيحمي نفسه وده طبعا يمكن يكون ده ري اكشن طبيعي نتيجة انه هو تقرص قبل كده فحوطت حواجز بيحمي نفسه تمام والشريك حاسس بده شايف الحاجز اللي انت عاملها انه لا انا يعني مش هبينلك او ان انا يعني ان انا بحبك او ان انا عايزك فهمين قصدي فهو عمل لنفسه حاجز او درع انه الشريك ما يعرفش ان هو يختاره تمام اوكي اتقى ما بينكم تن اف قبس انا وقتلكم اتصاقة ما شاء الله ما فيش بعد كده لا 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 حب كتير حب كتير حب كتير حب كتير يعني سواء بتبينوه او ببينوهوش لبعض يعني لكن انا شايف حب متبادل كتير جدا ما بين ثور وش فيكو شايف مع راح كتير جدا وشايف احتفالات ممكن يكون احتفالات كمان طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده عند بورج الثور عاطفيا تمام عاطفيا خين قول موت مرحلة وبديت مرحلة جديدة كويس وده بالصبت اللي انا حسيته في المتخافش مبكارك يعني هو شكله اي خوف بس ده موت مرحلة في مرحلة كان بيمر بيها الثور خلاص ميت انتهت وبستقبل مرحلة جديدة بعملية تحول اوكي التحول يعني ممكن جدا يبان ايجابي في ساعتها اول لما يبتدي اول اول ما تتدي تحس او تشوف المرحلة التحول ممكن تشوف على طول ايجابي وممكن تشوف الاول سلبي بعدين تفهم انه هو ايجابي وتقتنع انه فعلا المرحلة دي كانت لازم تدهي فسواء حسيت ان الموضوع ايجابي او ما حسيتش فهو ايجابي فيه انتهاء مرحلة كان لازم تخلص اوكي وهندخل في مرحلة جديدة فيها شمس اكتر فيها رؤية احسن فيها اكسبيريينس اكتر فعملية التحول دي الضرورية فهنقول ان البداية دي ابتدت الشهر ده تمان ايه المتوقع يحصل؟ وطبعا احنا بقى لحيطة التوقعات دي مش عايزين برضو نركز عليها قوي شايفا في شهر احنا بنكلم كده بقى في نصف شهر سبعة ممكن يكون فيه خسارة ما بتحصل للثور او شريكو لقدر الله بعيد شر فقدان لشخص فقدان لشيء في حاجة بتروح من برج الثور او ممكن تكون لشريكو بس هي لان هم قريبين اوي ممكن تقصر على الثور بنفس الشكل يعني بس شهر التمانية بتربع العلاقة احسن من الاول تاني وبيبقى فيه ace of cups فيه هنا حالة حب جديد كأن حب فرش يعني ما شاء الله ازاي بتعرفوا تدددوا من العلاقة بالشكل ده الناس اللي مش مرتبطة برضو شيها ممكن يكون اتمام للارتباط رسمي في شهر تمانية ان شاء الله ربنا يسعدكم ان شاء الله كلكم حلوة جدا